في فيديو النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي نقدر نطبق الـ Confidence Interval عشان نوجد رينج أقدر من خلاله أتوقع إن الـ Predictive Population Mean وقع فيه وهنعرف مع بعض إزاي نقدر نكون مصطلح جديد هيزهر معنا النهاردة وهو اسمه الـ Prediction Interval عشان نوجد رينج أقدر من خلاله أتوقع إن الـ Predictive Response لقيمة فردية وقع فيه هنعرف النهاردة إن شاء الله إزاي نقدر نكون الـ Two Intervals دول وهنعرف يا ترى هل فيه اختلاف ما بينهم ولا لأ فيلا هاتكم باية الشاي بتاعك والكاشكل والألم ويلا بنا نبدأ فيديو النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكوا شاهد في فيديو جديد مع الجهر إيه آي هنشرح برضو النهاردة على نفس المثال اللي شرحنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت كلها وهو المثال اللي أقدر من خلاله أتوقع شعبية فيديوهات معينة من خلال عدد الفيوز اللي عليها وأقدر أعمل الـ Prediction ده من خلال الـ Predictor واحد وهو الـ Cat Age بحيث إن الفيديوهات دي هتكون لكات معينة وأنا عايز أتوقع الـ Popularity بتاعت الفيديو دي من خلال الـ Age الخاص بالكات اللي موجود في الفيديو تعالوا نفترض إن أنا عايز أعرف إيه هو Range Values الخاص بالـ Predicted Views لما يكون الكات Age بسنة واحدة بس لأنه طبعا مش كل الفيديوز اللي فيها كات عمرها سنة لها نفس الـ Views فأنا عايز أعرف إيه هي الـ Range الخاص بالـ Predicted Views لما يكون عمر الكات اللي موجود في الفيديو سنة واحدة بس طول الـ Range دي بيبين مدى الدقة أو Accuracy الخاص بالـ Prediction Model بتاعك عشان بقى نقدر نحسب أو نكون الـ Range دي محتاجين نحسب الـ Confidence Interval وهيكون بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الـ Regression Co-Officient لكن بقى لما نيجي نحسب الـ Interval الخاص بالـ Predicted Views لازم تكون محدد بخصوص الحاجة اللي انت عايز تحسبها أو الحاجة اللي انت عايز تتوقعها اللي انت بتعمل لها هل عايز تعمل لـ Mean Score الخاص بالـ Distribution الخاص بكل الفيديو اللي هو الخاص بالـ Videos اللي فيها كات عمرها سنة واحدة بس يعني انت هنا عايز تتوقع قيمة الـ Mean الخاص بالـ population distribution بحيث ان الـ population distribution ده خاص بالـ Views الخاص بالـ Cad Videos بحيث ان الكات دي تكون عمرها سنة واحدة بس ركز معي في الجزئية دي ولا انت عايز تعمل Prediction لقيمة واحدة بس اسمها Predictive View لحالة فردية لقط عنده سنة واحدة يبقى انت لازم تحدد هل انت بتعمل Prediction لقيمة Mean لـ Distribution ولا انت عايز تعمل Prediction لقيمة واحدة بس تعالوا الاول نعرف الحالتين دول مختلفين عن بعض فيه في حالة اني بعمل Prediction لـ Mean الحالة دي بتكون اكتر دقة والـ Stability بتاعتها كبيرة يعني مثلا لو خدنا سامبل بشكل متكرر وحسبنا المين الخاص بكل سامبل ركز معي في الجزء اللي انا هقوله ده مهما كانت القيم الفردية اللي موجودة في السامبل مختلفة والـ Variability بتاعتها كبيرة ما بينها وبين القيم الفردية الموجودة في السامبلز الاخرى بغض النظر عن الكلام ده هتلاقي الـ Variability ما بين المينز وبعضها قليل يبقى مهما كانت الـ Variability ما بين القيم الفردية ما بين السامبلز وبعضها كبير هتلاقي الـ Variability او الاختلاف ما بين المينز وبعضها قليل وده السبب اللي خلانا نقول ان في الحالة دي الستابلتي بتاعتها بتبقى كبيرة لان في الحالة دي مفيش extreme values كل values بتبقى ورائبة من بعض وانا بتكلم عن ال means انما في حالة ال prediction الخاص بال individual values او القيم الفردية هتلاقي ال variability ما بين القيم الفردية كبير وبالتالي احتمالية ظهور extreme values بيبقى كبير عشان كده هتلاقي عندنا صغطين او معادلتين لحساب ال interval هيكون عندنا صيغة لحساب ال interval الخاص بال predicted mean population score وصيغة لحساب ال interval الخاص بال predicted individual score تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نكون النوعين دو ونفهم اكتر ايه هو الاختلاف اللي ما بينهم عاوزك الاول تاخد بالك من حاجة مهمة جدا اننا هنتكلم النهاردة عن صيغ approximation يعني صيغ تقريبية عشان لو لقيت صيغ تانية او معادلات تانية لحساب ال interval فاحنا هنا هنتكلم فقط عن ال approximation formulas عن الصيغ التقريبية هو اصلا كده كده الطبيعي ان احنا بنستخدم statistical softwares عشان نقدر نحسب الكلام ده محدش بيستخدم الصيغ والورقة والالم عشان يحسب ال intervals اللي موجودة قدامنا دول تعالوا اول حاجة نتكلم عن ال interval الخاص بال prediction الخاص بال population means ال prediction دي بنسميها confidence interval for predicted population mean ال approximation الخاص بالمعادلة اللي هحسب بيها confidence interval هتساوي predicted value الخاصة بالكيمة الفردية اللي كانت عمرها سنة واحدة بس زائد او ناقص المargin of error ودي زي ما احنا عارفينها قبل كده انها بتساوي t value عند confidence level معين و degree of freedom معينة مضروبة في ال standard error في اغلب الاوقات كنا بناخد confidence level بيساوي 95% وفي الحالة دي كنا بالتقريب كنا بنقول انه قيمة t بتساوي 2 وممكن كمان بالتقريب تقدر تقول على ال standard error انه بيساوي ال residual standard deviation مقسوم على الجزر التربيعي لل sample size لو السامبل size اللي عندنا قيمته كبيرة ولان هو موجود في المقام فهيبقى في الحالة دي قيمة margin of error قيمتها صغيرة لان المقام عندي قيمته كبيرة يبقى كده القيمة اللي انت بتجمعها وبتطرعها على قيمة predicted value قيمتها صغيرة فبالتالي هينتج عندك narrow interval interval ديقة صغيرة لانه قيمة predicted value جمعت عليها وطرحت قيم صغيرة يبقى range اللي عندك صغير ال residual standard deviation اللي موجود عندك في الحسابات هو عبار عن الجزر التربيعي لل residual sum of squares مقسوم على n نقص 2 وده بيعبر عن variability حوالين ال regression line تعالوا نفترض ان في المثال بتاعنا ان ال predicted value لل individual case بحيث ان الكيس دي تكونوا عمرها سنة واحدة بس ال predicted value دي تعالوا نفترض ان كمتها 41.95 من مية و ال residual standard deviation هو عبار عن 3.42 من مية وال sample size اللي عندنا بيسوي 5 يبقى في الحالة دي نقدر نروح نحسب margin of error ونقول انه بيسوي 2 اللي هي قيمة t في 3.42 من مية على جزر 5 فهنلاقي margin of error عندنا بتسوي 3.6 من مية يبقى في الحالة دي confidence interval حوالين predicted value هتسوي 41.95 من مية اللي هي predicted value لل individual case اللي عمرها سنة واحدة بس بعد ما نجمع عليها 3.6 من مية ونطرح منها 3.6 من مية هنلاقي confidence interval عندنا من 38.9 من مية الى 45.1 من مية ال interval التاني اللي بيستخدم في prediction الخاص بال individual cases او بال individual response بنسميه prediction interval for a predicted response تعالونا افترض ان انا عايز اعرف ايه هو الرانج الخاص بال predicted popularity scores لحالة فردية عمرها سنة واحدة بس الـ approximation الخاص بالمعادلة بتاعتنا هتساوي predicted score الخاص بحالة فردية عمرها سنة واحدة بس زائد او ناقص margin of error لو تلاحظ ان انا ظهر عندي هنا attrition character i وده بيدل على اني في predicted interval لكل individual case موجودة عندنا تعالونا افترض انه قيمة predicted value الخاصة ب individual case قيمتها هي هي نفس predicted value اللي استخدمناها في حالة confidence interval الاولين فهتلاحظ ان margin of error هو بس اللي فيه اختلاف ما بين confidence interval وال predicted interval او ممكن نركز على الموضوع اكتر ونقول الاختلاف موجود في standard error في حالة prediction interval standard error تقريبا بيساوي قيمة residual standard deviation وده معناه ان prediction interval هيكون اكبر من confidence interval وبالتالي هو اقل دقة وده بسبب ان في margin of error ما اسمناش ال reside standard deviation على الجزر in زي ما عملنا في confidence interval فبالتالي standard error هيزيد وال margin of error هيزيد ومساحة ال interval هتزيد ولما مساحة ال interval تزيد يبقى بالتالي الدقة هتقل يعني في المثال بتاعنا margin of error هنقول في الحالة دي بيساوي 2 في 3 و 42 من مية والقيمة دي هتساوي 6 و 84 من مية نروح بقى نحسب prediction interval حوالين قيمة predicted value لل individual case اللي هي كابتساوي عندنا 41 و 95 من مية فهنلاقي range prediction interval هيبقى من 35 و 11 من مية الى 48 و 79 من مية فهتلاحظ هنا ان prediction interval اكبر واوسع واقل لدقة من confidence interval فيه بس حاجة اخيرة عاوزك تاخد بالك منها لازم وانت بتخسب confidence interval وال prediction interval لازم كل assumptions اللي تكلمنا عنها الفيديو اللي فات لازم تكون متحقققة عندك يعني لو العلاقة ما بين علاقة غير خطية مش linear او ما فيهاش تماثل اللي سميناها له أو مش متجنسة فهتلاقي بعد حسابك الانترفالز دي هتلاقيها و هتلاقي القيم او النتائج اللي انت مخرجها من الدراسة بتاعتك غير دقيقة و بتمثلش الدراسة بتاعتك وبكده يبقى هنا خلصنا فيديو النهارده يارب اكون قدرت اوصل معنوة بشكل سهل وبسيط ولو عندك اي سبصار يارب تسيبولي في الكومن تحت ولو عجبك الفيديو ياريت ما تساش اللايك والشير ولو لسه مشتركتش في القناة ياريت تشترك واتفعل افزال الجرس عشان يوصلك معنا كل جديد و هشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات الاحصاء الاستدلالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة